تحياتي لكم والسلام عليكم قبر مفرح وضربة مجاعة ورد حاسم زي ما شفنا نبدأ بالضربة المجاعة اليوم اوكرانيا ضربت جسر شبه جديرة القرم في خرسون وباربع صواريخ شادو كما نرى امامنا في الفيديو وكان قصف عنيف ويعني عدو لجنة الدفاع في مجلس الدومة قال على الرئيس بوتين تدمير الحكومة وهيئة الاركان العامة الاوكرانية بعد قصف الجسر الرابط بين خرسون وشبه جديرة القرم عدو لجنة الدفاع في مجلس الدومة اسمه الجنرال فكتور سيبوليف وطبعا بفحص الفيديو بقايا صاروخ ستورم شادو الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة المشاهد الأولى كما نرى لبقايا صاروخ ستورم شادو الذي استخدمته نظام كييف لضرب الجسر على الحدود الإدارية بين مقاطعة كرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونغار الأمر الذي تسبب بوقوع أدرار مادية وتظهر المشاهد أجزاء من الصاروخ الذي كتب عليه رمزه ورقمه والدولة المصنعة فرنسا وهنا يأتي السؤال هل تنتقم روسيا من فرنسا أكيد يعني كل شيء بأوانو زي ما بيقولوا وطبعا دي ضربة مجاة أربع صاروخ كل صاروخ عمل حفرة في الطريق المؤدي إلى شبه جزيرة القرم وسبق قبل كده عندما ضربت أوكرانيا شبه جزيرة القرم وفجرت طريق قطارات شفنا أول بداية لضرب ملاكز اتخاذ القرار اليوم خرج علينا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويرو وقال أن على روسيا ضرب يعني رد بقوة وضرب ملاكز اتخاذ القرار طبعا هيكون رد عنيف وبدأ رد في ضرب ملاكز اتخاذ القرار ونقول لكم بعض الأشياء ولسا روسيا تدمر مركز قيادة اللواء العاشر الأوكراني أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء العاشر الأوكراني في منطقة فيلسفوي في جمهورية دونيسك الشعبية اليوم الخميس 22 يونيو حزيران 2023 وجاء في بيان وزارة الدفاع نحن في نقول شغل بيانات موثقة ونقول تحليل أيضا عشان محدش يقول انت بتير أخبار المسلحة الروسية دمرت وحدات مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع اطلاق النار وملاكز تجمع القوى العاملة العسكرية في المنطقة 124 وتم تدمير مركز القيادة والمراقبة باللواء العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واعترضت منظومة الدفاع الجوي خمس صواريخ من طراز ستورم شادو وصارقين من طراز في مارس طيب وتسبب الصاروخ اللي هو ضرب شبه جزيرة القرم في تدمير أجزاء من السور وأجزاء من الجسر كما نرى أمامنا في الفيديوهات والصور ده خبر بخصوص ضرب شبه جزيرة القرم والرد الروسي المبسط إلى الآن وجاري الرد حاليا وجاري أعداد الرد أيضا في الأيام القليلة القادمة طبعا احنا على لسان وزير الدفاع وعلى لسان يعني المجلس الدومة كما ذكرنا أنه سيكون لد عنيف على ما حدث في يعني في شبه جزيرة القرم طبعا ضربوا سد كخفوكا والسد ده هو اللي بيوصل كمان مياه لشبه جزيرة القرم يعني هل ستسكت روسيا أعتقد لا أعتقد لن تصمت روسيا وشفنا بداية ضرب مراكز اتخاذ القرار وهيبقى فيه ضرب عنيف أكثر وأكثر وأكثر وهنشوف يعني أمور صعبة جدا موسكو تبلغ جنوب أفريقيا لفضها حضور ماكرون قمة التي تقام في جنوب أفريقيا طيب واحد يسألني يقول لي هل موسكو لها رأي في حضور أو عدم حضور موسكو بتقول طبعا الرأي الأول والأخير لجنوب أفريقيا لكن لابد من التشاور مع شركاء البريكس ونحن لا نقبل بأعداء روسيا أو الدول الغير الصديقة على حد تعبيرهم وقال لك من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الدول غير الصديقة طيب نأخذ القبر مفرح زي ما قلنا تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيريتش بتهنيه إلى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد طبون على انتخاب الجزائر عضو بمجلس الأمن الكلام ده النهاردة الخميس 22 وقال غيريتش هذا التميز يشهد على جهود الجزائر من أجل السلام والأمن بالمنطقة وأنقول لكم ما حصل في الجزائر بعد منقول الخبر المفرح هذا وأضاف غيريتش أشكر الرئيس تابون على رسالته والالتزام القوي بالحل السلمي للنزاعات والتعاون الدولي وحي تمسك الجزائر مستمر بالمبادئ وقيم مساق الأمم المتحدة وبلغ الأمين العام للأمم المتحدة غيريتش رئيس الجمهورية بالأغباطه واستعداد فريق العمل بشكل وثيق طيب أقول لكم انتزاعا بعد أن دفع أكثر من واحد ونصف مليون شهيد في فترة سبع سنوات ده جهاد رجال الجزائر الشقيق والرجال الجزائر الأبطال ورحنا نهنيهم بعيد الاستقلال قناة فريش نيوز نهني الشعب الجزائري ومن أرض الكنانة أم الدنيا ماصر نهني أخوتنا في الجزائر بعيد الاستقلال ونتمنى كمان يعني استقلال فلسطين اليوم أيضا حدثت عملية نوعية بالمناسبة ويعني يعني إصابة سبع مستوطنين منهم سلاسة في حالة حرجة وأيضا قتل قائد وزعيم كبير في حماس اليوم طيب ماذا يحدث في الجزائر الجزائر المستهدفة والجزائر الحدث فيها أمور صعبة جدا يعني موضوع التجسس التجسس طبعا موضوع التجسس يعني أربعة كانوا من الإمارات وبعض اتهم السفير الإماراتي لكن نفت الجزائر ذلك وأربعة وشبك التجسس لصالح المساد والأربعة إماراتيين على حسب المواقع الجزائرية ونجلب لكم المواقع الجزائرية ماذا قالت فهنا المواقع الجزائرية بتقول أني أربعة وتم طبعا يعني جهاز أمن الدولة في الجزائر أو الجهاز الأمن الوطني أو الأمن في الجزائر استطاع أن يقبض على يعني جواسيس لصالح المساد الإسرائيلي والجزائر مستهدفة واتبع فيه طيب هنأخذ الأخبار أيضا أيضا في الجزائر إقالة ودير الاتصالات يعني الجزائر أصدرت بيان رسمي وفقا لمصادر خاصة فأنه يعني غير البيان الرسمي المصادر الخاصة بتقول لك تم اكتشاف خلية تجسسية تعمل لصالح المساد فعلا ولكن أطراف عربية تدخلت لتطويق القضية قال لك اللم الدور يعني وحصلها داخل أضيق نطاق لأن تدعيتها ضخمة جدا ومؤلمة فإن السمن مؤقتا التضحية برأس وزير الاتصالات وهو أخف الأضرار يبدو أنه هو اللي نشر الخبر أو إيه وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بتقول تحدثت عن منح السفير الإماراتي يوميا لمغادرة الجزائر ونفع المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج نفيا قاطعا ما تم نشر وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري والبيان أعرب عن امتنانه وصلابة العلاقات الصنعية وده كلام سياسة طبعا والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك على الارتقاء طيب يعني مش عايز يزعل يعني ده السياسة لها أبعاد مهمة جدا مش عايزة زعل الجران والإخوة في الإمارات لكن بعد الساعات من البيان ده أعلنت الرئاسة الجزائرية وتحديدا الرئيس عبد المجيد تابون إقالة وزير الاتصالات محمد بو سلماني وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصالات بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة حسب وكالة الأنباء الجزائرية على رغم من أن الرئاسة الجزائرية لم تعطي تفاصيل حول سبب القرار إلا أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا القرار بنشر خبر مغادرة السفير الإماراتي بالجزائر الذي كذبه البيان طبعا هي شبكة التجسس وحبوا يلموا الدور من الآخر علشان ما حدش يعني ما يحصلش انشقاق في الصف العربي تحياتي لكم واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد نجملكم كل الأخبار الحصرية يعني مع تحيات محدثكم صديق التحياتي